اهلا بكم الى حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها مخاطر استمرار سيطرة الميليشيا الانقلابية على الحديدة وموانئها والدورة الاممي ازاء الوضع هناك قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي ان اتفاق الحديدة في قطر بسبب تعنت ميليشيا الحوثي وتساهل الامم المتحدة اوضح بادي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الاوسط ان الامم المتحدة لم يكن لها دور فاعل ولا موقف حازم تجاه خرقات الحوثيين خلال الفترة الماضية واشار الى ان ميناء الحديدة ما زال منفذا للحوثيين لتهريب الاسلحة والممنوعات دون رقيب وكان وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي قد كشف نهاية يناير المنصرم عن اصول اسلحة ايرانية حديثة الى جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة اوضح القديمي في تغريدة على صفحته بتويتر ان الحوثيين استقبلوا كميات سلاح وصواريخ ايرانية نوعية حديثة عبر ميناء الحديدة وقال ان تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين سيمنع وصول اي دعم عسكري اليهم وسينهي انقلابهم في فترة وجزاء عن حضور استمرار سيطرة الميليشيا الانقلابية على الحديدة وموانئها وموقف الحكومة وتحالف من تراخد دور الاممي وكيف يمكن تدارك ذلك سنناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد هذا التقرير الحديدة في خطر تقول الحكومة في اشارة الاتفاق الخاص بالمدينة وموانئها لكن ما الذي يجعل هذا الاتفاق في خطر تجيب الحكومة على لسان متحدثها الرسمي ميليشيا الحوثي والامم المتحدة فوفق تصريحات راجح بادي المتحدث باسم الحكومة فان تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها بارتكاب الخروقات المرتبطة بوقف اطلاق النار يعرض اتفاق السكه المأل الانهيار فالحوثي لم يفي بالتزاماته وتعهداته حيث لا ازال يتحكم بالمدينة والموانئ رغم مرور اكثر من سنة على الاتفاق الدولي الموقع في نهاية الفين وثمانية عشر الامم المتحدة تعد سببا رئيسيا في فشل الاتفاق الاممي فهي بحسب المتحدث الحكومي تساهلت مع خروقات الحوثي وتغاضت عن انتهاكاته ولم تتخذ موقفا حازما تجاهه ولم تفعل دورها المنوطة بها حيث لم تسعى لاخذ صلاحياتها التي منحت لها بموجب اتفاق السويد والذي يخولها لادارة الموانئ وتفتيشها والاشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الاحمر هذا التساهل الاممي كما هو اتهام الحكومة جعل من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الاسلحة الايرانية الى ميليشيا الحوثي وممرا لدخول المساعدات الانسانية للحوثي بدون رقابة فعلية تضمن وصولها للمحتاجين لها ومع ذلك فان المبعوث الدولي مارتين جريفث رغم تساهله مع الحوثي الا انه بنظر ناقدين لادايه لم ينال رضا الحوثيين الذين اتهموه بعدم الحيادية وانحيازه لما يسمونه بدول العدوان وهو ما يضع الدورة الاممية محل شك وغموظ في آن واحد اذا ولمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض المتحدث باسم الحكومة راجح بادي مرحبا بك معنا سيد راجح بداية سيد راجح ما حجم الخطورة التي يمثلها استمرار بقاء الحديدة وميناء الحديدة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية مساء خير سيد الكريم بداية لابد من توضيح مهم وانه هذا التعليق الذي صدر عن الحكومة الصحيفة الشرق الاوسط هو تعليق على الاحاطة التي تقدمت بها المبعوثة الاممية السيد مارتين جريفتس في الجلسة في مجلس الامن الأسبوع الماضي وهو شخصيا تحدث انه وضع اتفاق الحديدة او ما يسمى باتفاق استوكولم يعيش في وضع خطر يعني هذا الاعتراف وجاء على لسان المبعوثة الاممية السيد مارتين جريفتس الذي قال انه هذا الاتفاق يعيش في وضع خطر نحن النسبة لنا بينا ما هي الاسباب هو طبعا لم يكشف ولم يحدد من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية يعني وصول هذا الاتفاق الى وضع خطر بعد قرابة سنة وشهرين من توقعه في استوكول نحن كنا نتمنى من السيد مارتين جريفتس ان يحدد الجهة التي يعني التي جعلت هذا الاتفاق يمر بمرحلة خطرة حسب وصفه وكنا نتمنى ان يصارح المجتمع الدولي والامم المتحدة بمن هو السبب الذي يتحمل من هي الجهة التي تتحمل هذه المسؤولية الكاملة بانه الحديث يعني عن توصيف الحال لم يعد يجدي في الحالة اليمنية الناس يعني والمجتمع الدولي لم يعد يحتمل يعني الكلام وتشخيص الحال والعموميات لا بد من تحديد الاسباب وتحديد الجهة التي ادت للعرقلة سواء عن اتفاق ستوكولم او غيره من الاتفاقية السابقة من هي الجهة التي افشلت سواء المهمة المبعوثة السابق اسماعيل والدى الشيخ من هي الجهة التي افشلت يعني مشاورات الكويت التي استمرت تسعين يوما وفي الأخيرة لم يتم التوقيع على الاتفاق الدورة الاممية لم يعد مقبولا منها الحديث بهذا الشكل العمومي وبهذا الشكل السطحي لا بد من تحديد يعني الاسباب الحقيقية والجهات التي يعني التي أوصلت الوضع في اليمن الى هذا المستوى الخطير نعم نعم تفضل بالمقام معي سيد راجح انضموا الينا من جنوب الحديدة ركن اعلام اللواء الثاني زرانيق عبدالله العسيلي مرحبا بك معنا سيد عبدالله نعم الآن نسمعك جيدا نت معنا على الهواء سيد عبدالله بداية سيد عبدالله حدثنا عن طبيعة الخروقات الحوثية لاتفاقات التهدية في الحديدة نعم سيد نعم نعتذر عن مقاطعتك سيد عبدالله العسيلي سنعود الاتصال بك لكي يتم تحسين الصوت نعود الى ضيفنا من الرياض راجح بادي سيد راجح يعني اشرت الى ان الامم المتحدة والجهات الدولية لم تحدد الجهة التي تقف خلف الوضع الذي وصل اليه اليمن هل لماذا لا تأخذ الامم المتحدة هذه التحذيرات الحكومية بمحمل الجد برعيك حقيقة هذا السؤال المفروض يوجه للمبعوث الاممي لكن يبدو ان الامور تتجه يعني للأسف الشديد هذا ما كنا لا نتمنى ان الامور تتجه بهذا المبعوث الى فشل درية يعني الان اذا فعلا الان اتجهت الامور نحو انهيار تام بالاتفاق ستوك هون بشأن الحديدة وموانئها الثلاثة هذا معناه انه انه يعني المهمة التي جاء من اجلها المبعوث الاممي يعني ستبوق بالفشل وهذا شيء مؤسف فعلا وقد يعني يكون امام حقيقة صادمة المجتمع الدولي والامم المتحدة ان مبعوثها الى اليمن لم يحقق شيء كان هناك سكف توقعات كبيرة ورفعها المبعوث الاممي سواء في جلسات مجلس الامن المتعاقبة او في احاطاته المتكربة لمجلس الامن ان الامور تصير بشكل جيد وكان هناك احتفال كبير يعني بحضور الامين العام المتحدة في توقيع اتفاق ستوك هون عندما ينهار كل هذا بالتأكيد ستكون المهمة يعني بقية الفترة للمبعوث الاممي ستكون صعبة وصعبة جدا هو بالتأكيد الان انه كثير من الاطراف تحاول ان تتهرب من مسؤوليتها من فشل اتفاق ستوك هون ربما المبعوث الاممي يعني يحاول ان يلقي بالمسؤولية على الجنرال الهندي الذي هو يعني مسؤول الرقابة على تنفيذ الاتفاق في الموانئ لكن في الاخير المسؤولية ستكون اولا واخرا على عاتق المبعوث الاممي الذي عليه الان قبل ان يكون الفأس في الرأس ان يتحدث بشكل واضح وبشكل صريح ويتحدث من هو الذي اوصل هذا الاتفاق الى وضع خاطر انا كنت اتمنى ان يكون هناك سؤال مباشر للمبعوث الاممي داخل جلسة مجلس الامن من يتحمل هذه المسؤولية لوصول هذا الاتفاق الذي رعاها الامينة العام للامم المتحدة الى هذا الوبع الحرج وهذا الوبع الصعب هذه القرى الان هي في ملعب الامم المتحدة ومبعوثها الخاص نعم تفضل بالبقى معي ينضم الينا من الحديدة بسيم الجناني وهو صحفي مرحبا بك معنا سيد بسيم مرحبا بي يا خيم متاع الخير سيد بسيم كيف تنظر لموقف الحكومة من استمرار الخروقات الحوثية لاتفاق الحديدة نعم في الخروقات يعني بدأت بعد التوقيع مباشرة نحن نتحدث اليوم عن عام وقاربنا عن العام والنصف على اتفاق ستوكولم والخروقات الحوثية يعني اكسرت الى آلات الخروقات هناك قصف المدنيين مستمر في مناطق بيطرة الحكومة وقوات المشتركة في التحيطة في حيط في الدرهمي حتى في مدينة الفديدة هناك استحداثات سيد بسيم انا سألتك عن كيف تنظر لموقف الحكومة بالاستمرار خروقات الحوثيين هناك نعم نعم للأسف هناك اتخاذ الحكومة في هذا الموقف وعدم موجود اتخاذ موقف حازم تجاه النظر الأممي وعدم حياديته بما يحدث من خروقات واستمرار الحوثيين لانتهاكهم لتفاق ستوكولم هناك وكأنها معزبارة عن مقايدة بالأسف الحكومة دائما تحاول ان تمدد تحاول ان تعطي مليد من الوقت لغريفت لتنفيذ والأسف لكن هناك تعنص حوثي واضح نحن حتى اليوم عن عدم السماح لمراقبين الدولين بالوصول الى النقاط المراقبة التي انشئت منذ نوفمبر الماضي وعدم السماح للجنرال كوها الوصول الى تلك المقاط من وسط المدينة وكل على تجاوز الكيلومتر واحد معنى ان هناك موقف حوثي واضح جدا وللأسف الأمم المتحدة وهذه الموقف الحوثي باستمرار وفي ظل سقوط حكومي غير مبرر للأسف اتفاق السكم حتى على مستوى المدعوث الأممي يتحدث عن خروقات يتحدث عن فشل وان لم يكن بالشكل العلني لكن هناك فشل بريع واضح هناك تغيير لجنرالات واحدة والآخر دليل على ان هناك عملية غير سوية داخل الارض داخل الميدان نعم اذا سنقل هذه التساؤلات او النقاط التي ذكرتها سيد باسيم الى السيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اذا مثل ما ذكر السيد باسيم ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة في مسألة التمديد للأمم المتحدة في ملف الحديدة وتخاذ الكبير وحتى ادارة هذا الملف كانت غير جيدة حتى لمصلحة اليمن واستعادة الشرعية واستعادة السلطة في محافظة الحديدة هذه وجهة نظر الأخ باسيم لكن الواقع غير بالك تماما كان هناك يعني ادراك كبير من الحكومة الشرعية لأهمية التعامل مع الجهود الدولية فيما يتعلق بملف الحديدة والموانئة الثلاثة التابعة لها والآن يعني قبل عام ونس ربما كان الكثير من الرواية العام العالمي يتجه نحو أن الحكومة هي من تريد الحرب في الحديدة ومن تريد الدمار ومن تريد يعني التسبب في مجاعة للشعب اليمني لكن الآن بعد هذا التعامل من الحكومة مع الممتحدة ومع جهود المبعوث الأمني أصبح أمام يعني أصبح العالم يرى أن الطرف الحوثي هو الطرف المعيق وهو الطرف الذي فعلا لا يريد سواء لموانئة الحديدة الثلاثة أو لمدينة الحديدة الأمر والاستقرار ولا يريد ويريد أن تظل هذه الموانئة مركزا لتصدير السلاح والخراب والدمار إلى اليمني أنا أعتقد أنه هذا إنجاز كبير أنه هذا التحول الكبير في الرأي العام الإقليمي والدولي تجاه هذه الميليشيات هذه كانت ترفع قبل عام ونصف من الآن صوتها عاليا أنه هناك حجوم على ميناء الحديدة وأن هذا سيتصدر من مجاعة كبيرة لأبناء الشعب الشعب اليمني التعاطي الدبلوماسي يحتاج إلى نوع من النفس الطويل والحكمة والإدراك وأنا أعتقد أنه استطاع التاريخ الحكومي سواء كان بخيادة اللواء صغير عزيز ثم بعد اللواء الذي خلفه نعم تفضل بالبقاء معي سيد عمل بحنكة وبقوة وبعدم تفريض في أي من القضايا الأساسية والرئيسية في هذا الملف الحساس والصعب نعم تفضل بالبقاء معي ينضم إلينا أو عاد إلينا من جنوب الحديدة من الميدان أيضا ركن إعلام اللواء الثاني زرانيق سيد عبدالله العسيلي سيد عبدالله مرحبا بك معنا حدثنا عن طبيعة الخروقات الحوثية لاتفاق التهدئة في الحديدة نعم مرحبا بك أخي الكريم ومرحبا بكل المشاهدين ومرحبا بضيتكم الكريم إذا سألتني عن خروقات أخي الكريم منذ أن أعلن وقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة إلى اليوم هذا لم نلتزم دقيقة واحدة بوقف إطلاق النار هناك مئات الصواريخ والقضائف على منازل للمواطنين كلها أغلبها هناك يوميا ضحايا بالعشرات من المواطنين أيضا هناك إطلاق طواريخ على مواقع للقوات المشتركة في حيث والجبلية والتعيثة والدريهمي ومنظر وكيلو 16 كميات الكبيرة من الألغام الذي كنا قد تجاوزناها ونزعناها الآن أعادوا من جديد زراعة الألغام وحفر الخنادق وأعادوا تجنيد الأبطال من جديد والزج بهم هم يموتون يوميا بالعشرات بالمئات لم يلتزموا ولا بكية واحدة نحن لا نعلم مع هذا الصمت لكن كيف أنتم كمراقبين سيد عبد الله كيف أنتم كمراقبين تتعاملون مع هذه الخروقات وبالتالي يتم الرفع بها رسميا إلى اللجان الانتشار الأمني نحن نرصد يوميا مئات من الخروقات نرفعها إلى وسائل التواصل وإلى القنوات وإلى الجهات المختصة أيضا ولكن صراحة لم يكن لك أي تجاور ضد هذه الخروقات المستمرة صمت عممي وصمت التراخي من من على من يتعى التراخي هل هو التراخي تتقصد أن التراخي يأتي من الأمم المتحدة المشرفة على الوضع هناك نعم 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 يا أخي يا أخي الكريم يا أخي الكريم هذه كلها جاءت من مسائل الأمم المتحدة بعد أن كانت القوات المشتركة على بوابة الشام وهي البوابة الأخيرة لمدينة الخديدة وكاد أن يطبك الخصار على مدينة الخديدة وقد فر كل من داخل مدينة الخديدة من ميليشيات الحوثي لو لا تدخل الأمم المتحدة وإيقاف المعارف تحتمت رئيئة إدام بينها وراء السلام أو اتفاق ستوقهم أو ما شابه هي لم تكن صراحة كما قالت هي كانت لصالح الحوثيين حيث أنهم عادوا ترتيبهم من جديد ترتيب صفوفهم من جديد وعادوا تجنيد الأبطال وعادوا تزراع الألغام وعادوا تعويض أخطاعهم التي خطروها من جديد وعادت المعارك من جديد اليوم الحوثي يصعد أسكريا في حيث اليوم حيث تتعرض لتصف المنهج كذلك الدريهمين كذلك مناطق التحيثة كلها هناك عشرات القفلة والجرحان من صفوف المواطنين أغلبهم أخي نعم تفضل بالبقاء معي نعود إلى سيد راجح بادي سيد راجح ما هو الثقف الحكومي في ظل استمرار التراخي الأممي انصح الوصف إذا الخروقات الحوثية في الحديدة سيد راجح بادي يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد راجح بادي نعود إلى السيد بسيم الجناني سيد بسيم في ظل الخروقات الحوثية المستمرة وحديث الحكومة على لسان وزير الخارجية أن اتفاق ستوك هولم في حكم الميت برأيك ما الذي يمنع القوات المشتركة في الحديدة من استعادة زمام المعركة واستكمال التحرير نعم أخي طبعا إذا أني وضح شيء مهم جدا تحقيبا هذا كلام الأستاذ راجح طبعا نحن مع أي تحرك كان في مسائل دبلوماسية وإيقاق المعارك على مشارفة الحديدة واستبشرنا أيضا باتفاق السيكون في بدايته بأن تحلل قضية الحديدة بحل سلمي وينسحب الحوثي من داخل المدينة من المواقح ولكن كاسة النصف الطويل للأسف جاءت بشكل عكسي على المدينة المدينة تعالي كل يوم بأكثر بما سبق هناك معاناة سكانية هناك نزوح مازال مستمر من دعام ونصف لا يوجد أي حلول من دعام ونصف من دعام منذ توقيع الاتفاق وإيقاف المعارك تفيد السكان بشيء اليوم نتحدث عن أغلب سكان منتقال 7 يوليو والربصة جاءت مستمرة الخلادق كان من المهم عن الحكومة استقلال أول موقف للمبروثة الميداني للممتحدة مايكل باتريك عندما أعلن في أول نزول له بعد اتفاق السوكولم أن الحوثيون يرفضون فتح ممرات إنسانية وإزالة الأرغام من ترك 16 كانت هذه الفرصة التي كان منفترض أن تستقل الحكومة بتغيير وجهة الرأي العام الدولي التي كان يخشون منها بأنهم على مشارف الحديثة وأنهم جمعة الحديثة ودعاهم إلى الدلوس على قوة المفاوضات وإعلانهم عن حل الدبلوماسي ولكن نحن نتحدث بالأسف عن فترة طويلة جدا عادوا الحديثين تمركز فيها وحشدوا فيها آلاف المقاتلين اليوم المدينة الحديثة إذا دخلت في معارك سيكون هناك كارثة إنسانية كبيرة جدا بعكس ما كان من السابق تزمر أغلب المنازل الحديثين اليوم ينفخخون كافة الطرق المؤدية إلى المدينة كافة المداخل الألغام والخناديق بشكل يومي يكون استحداثها أعتقد بأن التصريح كما قلت التصريح الوزير الخارجية أن اتفاق الاسترقوم شمي ليس الإعلان عن إنهاء الاتفاق هو الذي يحدد مصير هذا الاتفاق ويحدد ما إذا كان هناك استمرار والمفاوضات في هذا الاتجاه اليوم نحن نتحدث عن شهر ونصف عن إخاط حتى المفاوضات المشاورات الطباط والارتباط المرتبطين باللجنة عائزة الانتشار في المدينة لا يوجد أي جديد منذ شهرين أو ثلاثة أشهر في هذا الجانب نحن نتحدث منذ نوفمبر الماضي وهناك نقاط خمس نقاط نصبات فيما دخل مدينة الحديدة يتواجد بها ضباط ارتباط من الحوثيين والقوات المشاركة ولن يستطيع اليوم أي مندوب أو ضابط ارتباط تابع للأمم المتحدة الوصول إلى هذه النقاط أو استمع له بالوصول أو فتح الطرق ونزالة الرغام من قبل الحوثيين حتى يتم عملية المراقبة وتسبيت نعم عبدالله العسيلي ما الذي يعنيه لكم استمرار الصمت الأممي للخرقات المتواصلة من الجانب الحوثي يا أخي الكريم هناك الصمت الأممي واضح وصريح وهناك أيضا تطاعث من قبل الحكومة أنا لو أحدثك أخي الكريم كما تحدث الأخ بسيم الجناني نعم أشكروه هناك المدينة مهددة بكارثة إنسانية حيث أنهم فققوا الأماكن الحاصة والعامة ومنازل المواطنين يا أخي الكريم أنا قد حضرت معهم في إحدى تنصيب النقاط المراقبة لوقف إطلاق النار وخرجت العمم المتحدة تسير على خطاهم تخيل أنها تمشي خلفهم وعلى خطاهم من المتفجرات والألغام المزروعة هناك وكانوا عملوا معه وكأنهم جملة وكأنهم أصدقاء هي لم تتجاوب مع الحكومة فراحة نحن نطالب بإعادة تفقيل كل الجبهات وإنهاء هذه المشكلة أسكريا في مثل هذه الحالة هو الأسلاح هو الطريق الوحيد إلى التلام أخي الكريم لو أقول لك أن يوميا عشرات المواطنين والجرحة في ظل غيار تخطية إعلامية لا يحد ينظر إليهم ولا يعلم بحالهم المواطنين يموتون يوميا بهذه القضائف وهذه الرصاصات والخناصة المتمركزة وأيضا الألغام التي أعادوا زراعتها من جديد بعد أن كنا وقلنا قد تخلفنا منها شكرا لك السيد عبدالله العسيلي كنت معنا من جنوب الحديدة ركن إعلام اللواء الثاني زرانيق وأيضا الشكر موصول لسيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة كان معنا من الرياض وأيضا لسيد بسيم الجناني كان معنا من الحديدة وهو صحفي والشكر موصول لكم مشاهدنا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر